سي اسماعيل بلحس سي دكاري ما خبارك؟ الله يكرمك ما خبار الإدارة؟ الله يكرمك، الله ينبي خير الإدارة، كما قلت، كانت سماعها في الوقيتها في الوظيفة العمومية الإدارة المدير لديه صورة بين قوصين سلطوية كبيرة لديه سن كبير لديه مسؤوليات بشكل معين فمن خلال تتبع المحتوى ديالك والتكوينات التي تدير أنت تتكلم على الإدارة كشيء عادي كنت تعلموه من أجل إنجاح واحد مشروع جماعي كتصوى مقاولة ولحق شيء أخرى واللي بغيت أن نفهم منك هو الإدارة كيف تشوفها لأنك مداري في تعريف الإدارة كيف نتعرفها؟ من خلال الممارسة ديالك كمدير للمجموعة من المشاريع وحتى من خلال المواكبة ديالك الناس الذين يأتيون لديك التدريب ما هو الحاجة اللولة هو أن نجي ونفسره بها اللولة هو التعريف ديال الإدارة يعني في التعريف ديال البسيط والمعروف هو أننا كان ندير هذو كل إيطاش يعني اللي عندنا في ديك السوسيطة بواسطة الناس وحدين أخرين ما سنفهم منها؟ أن هذا المدير والمدير العام ديالك الشركة والمؤسسة ما كيديرش إتمام الأعمال ولا الإنجاز ديالها بشخصه هو ببساطة حيث عنده واحد ديطاش معينة وحدين أخرين نخصهم مديرهم يعني النشاط ديال الإدارة كإدارة هو عمل منفاصل على ماذا تدير السوسيطة؟ هذي قصنا نفهم عليها كيف ذلك؟ مثلا عندنا واحد سوسيطة نقوله يعني كتبيع لنا واحد البرودوين معينين أو لدي سيرفيس واحد الأجونس معينة هذيك الحاجة اللي كتبيع انت للك ليانو كيف يخلص كفاءة إلى آخرين؟ هذا واحد النشاط اللي كتبيع لديك الشركة والإدارة لهذا الأمور هذي هو نشاط بوحده مستقل على هذه الحاجة أولا كي قلنا الإدارة كنزل أمور ولا كنزل طاش بواسطة ناس خرين هنا قد نفهم الحاجة اللولة أنه ما يمكنش أنت تكون تخدم بوحدك يعني كفريلانس وتكون أنت تفكره تقول عندي مشكلة في الإدارة المقاولة ديالي للإدارة المالية للإدارة بجميع الأنواع ديالها أينما غابة التيم ولا ليكيب غابة الإدارة لأنه لا يوجد الفريق العمل الذي يريد تفوضه هذي تفوضه هل تشغيل لنا القوس أو لهم أخرى ما سيطلب المدير العام إذا لم يكن هو سيطلب هذه الخدمات إذا فرضا أبيع ما سيطلب غمصه ما سيطلب ما سيطلب مثلا الحامرات الإعلانية ما سيطلب ما سيطلب ما سيطلب ما سيطلب ما سيطلب الخدمة للمدير العام أو إنسان يمارس الإدارة لماذا نقول للمدير العام أو إنسان يدير الإدارة حتى مثلا إذا كنت رئيس قسم مثلا ديال التسويق مثلا فهذه الإدارة مصغرة التي لا يجب أن تدير إتمام الأعمال لكي لا يجب أن تفوض ما سيطلب يعني ما سيطلب أنت الحاجة الأولى هي التخطيط مثلا هذا كعناصر كبار ونظره في تفاصيل الحاجة الأولى هي التخطيط المراهة هو التنظيم ثالث حاجة هي التوجيه ورابعا هي الرقابة وهذا يجب أن في أي البروشي تكون تبيع 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 الصناعة تبيع الفلاحة بما أنك تمرس الإدارة أو أنك كوحد الإنسان مدير على واحد القسم أو مدير على هذا البروشي كامل فهذا مزيان دابا يجينا وقلنا أجي نعرفه بعد ما هو التخطيط قبل أن تسولتنا واحد السؤال ومنه سنمشي هذه المسألة قلت لي كيف يبان لك أنا كتعريف ديالي كاسماعيل عنده واحد تجربة بسيطة جدا في مجال الأعمال كيف هو التعريف ديال الإدارة؟ أنا كلما كان هذا السيد البيزنسمان أو هذا السيد الذي بدأ المقاولة دياله قادر يتنبأ أو يحسب يحسب واحد الحواج يعني واحد المشاكل يعقبهم قبل ما يوقع فيهم فرانسيكا تمارس الإدارة مبروكة عليك أنك عندك واحد الحاجة المهمة نسميها كواحد الركم أساسي ديال التخطيط اللي هدرنا عليه قبلها واحد الحاجة اللي نتخطيط تديرها في الأول تخطيط مليار في المئة ينبني على التنبؤ يعني واحد الافتراضات بمثل ما كيكونش أنا غير كان هكا كي يطح علي افتراضات من السماء أو لا غير كان افترض واحد الأشياء من فارغ عندي أرقام عندي 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 بزاف ديال المعطايات اللي كتخليني أنني نتنبأ أنا مثلا من اللي غير نكون كان نخطط مثلا في السيلز مثلا يعني في البيع أننا نريد أن نبيع واحد المعيانة مثلا قدر أنني نتنبأ بقية الأمور اللي غير نحتاجها في هذه المسألة ديال أننا نبيع مثلا واحد سطوك اللي في واحد خمسمية بياسة سنتنبأ بشحال الميزانية غتخصني ديال مثلا ديال الحملات الإعلانية خطني نتنبأ بشحال ديال غير 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 عالي غير 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 ديال فالحق ديال عدة غير 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 تنبأ بها ونضربها وعليها عاد نبني المسألة ديال التخطيط و المسألة كل ما كان طويلة ما كانت شعب تاني å Championship لكي تخيل طريقك كاملا. ولكن كلما أخذت في وقتك بدون مبالغة بيان سور. كلما كانت الأمور الأخرى تسهل عليك المأمورية. يعني أن كل ساعة التخطيط توفر علينا 1-4 سوية للتنفيذ من هذا الـ 13. مزيان. لا أعرف كيف نحن الحوايج الذين يأتي من بعد أو إلى أي حد ما والجاوبة على السؤال ديالك. إذا كنت بديت نهرب أو لك دا السؤال اللي جاني أنت كنت تشرح الفكرة ديال التخطيط أولى التنبؤ هو أنك تهضرتي على التنبؤ في مجال المبيعات بالتنبؤ ديال التنبؤ ديال أنا كمدير إذاً سيكون عندي ديراية بتخصوصات متعددة باش ندير التنبؤات. ذوك أنا ماشي غادي ندليقي لأن نقدشي الإدارة هي أني نتعلم من دياليقي ولكن هاد 13 وش ماشي صعيبة أني نتنبؤ في جميع المجالات. سؤال رائع. نرجع للعيبة اللي قلنا أن الإدارة ضروري منها أنه يتكون واحد ديكيب معينة تحت منك. أنا فرضاً أن نخدمين معايا واحد الأربعة ولا واحد الخمسة ديال اللي شاف دياللي دي فارطمو. يعني رؤساء أقصى. عندي عبد الجليل هو رئيس قسم ديال التسويق. حميد رئيس قسم ديال البيع مثلاً إلى آخر. كل واحد عنده واحد ديبارطمو معينة. أنا كمدير عام. التأثير ديال التخطيط ديالي كيكون على عام للفوق. ولكن هو في ديبارطمون دياله. يعني هذا عبد الجليل ولا ولا هادوك الناس اللي هما رؤساء أقصى. هو كي يهتم لي بسط شهور. حيث هو حسن النفطيكنيك. كيف يفهم بزاف ديال الأمور حسن النفطيكنيك. ولكن ما يمكنش إتخذ شي ديسيزيون. أنا ما ما غاداش مع الهدف اللي أنا رسمه من الخمسة سنين للبروجيب لمنهن عشر سنين. يعني أنا في التخطيط ديالي لتطاوين لماذا؟ كان قاد خطة استراتيجية. بدأ أنا عارف مين غاد يبدل بزنس هذا. هالطريق. دونك كل ديبارطموم لديبارطموم خصصها تكون غادا معاه في نفس الاتجاه. مشان غادا في منحة معاكس. دونك هاد السيد هذا احتوره من اللي طاش دياله. كي قلنا بما أنه عنده إدارة مصغارة رتوه من اللي طاش دياله. حيث عنده إدارة دياله. وأنه هو بزاف ديال المعطايات. ما يمكنش. كي قلنا مثلا في الحلقة ديال الجاواد مثلا اللي كتصورتي قبل. هو ما كيفهمش بالديف. ولكن قادر أنه يجري واحدة ديكب كبيرة دياله. دونك حيث بكل بساطة. هو رفع الجهالة بزاف ديال الأمر متعلقة بالديف. ولكن ما كيدخلش هو في الميتي دياله. وماش بدرون يفهم في الكود. أنه باش أنه يعني يعني يقدر أنه بدوك تسكيلز ديالهم في الديف. يقدر مثلا أنه يقول له شبن لك هذي وكيف تقدر تدار مثلا في ثمانة ولا في شهر. ما يمكن أن تقول له هذا البلاتفورم إيكس. عارت حال فيها. تقول له من هنا ثمانة وجدالية. رأي. وطماتيك من ذلك السيدة يقول لك لا يمكن. لا يمكن. لذلك هنا يمكن أن تخطط واحد تخطيط ما هو صحيح. وعاد المسألة تخطيط حيث يمكن أن تخطط وتضع التنبؤات كما لا تضع من الفرع. يعني تسوي كل واحد في المئة في تخصص المسألة وكيف تضع هذا المسألة جدا. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف الذي يقومون عليه؟ مثلا أننا نبيع 500 بيسة التي نقبلها. جيد. هذا الهدف هذا يوجد الكثير من المسألة التي ستقومون. لذلك الأول سنقومون هذه الأنشيطة والمسألة التي ستجعلوني أننا نصل لذلك الحاجة. يمكن أن يكون عسرة، ثلاثة، ثلاثة، أربعة. الحاجة الأولى مثلا أننا نقوم بعمل حملة إعلانية في فيسبوك. جيد. هذا النشاط كنشاط مستقل ما هي الميزانية وما تكلفنا كميزانية؟ نقوم بعمل ونضع النشاط الثاني سنقوم بعمل كرياتيف. مثلا مثلا الذي ستصورنا لنا سنقوم بعمل ميزانية سنقوم بعمل الميزانية معينة. إلى آخر حتى نسألهم كامل كل واحدة بالميزانية من بعد نأتي إلى خانة واحدة أخرى نضعه فيها التواريخ ونقوم بعمل هذه الأكسيون التي ستجعلنا نصل إلى هذا الهدف ستكون ثلاثة. مثلا نقوله من هنا السمالة من العشر أيام يجب أن يدار بالتاريخ وبالساعة بالضبط. نهار الخميس ونهار يكون ثلاثة عشر في الشهر مع الخمسة العشرية سنقوم بعمل 6 من موراها وهذا هو الذي سنساعل لنا الأمور من بعد في المسألة الرقابة وحتى في المسألة التوجيه نضع المسؤول سنقوم بعمل على هذه المسؤول لكي نقوم بعمل مثلا هذا الذي يريد في الأول كان واحد أو يجب أن يكون 12 المسؤول أو يجب أن يكون نفس المسؤول في واحد الثلاثة أو الأربعة يتعاود المهم أن نحن تكون لدي كواحد الإنسان الذي يمارس الرقابة وكتكون كواحد عند هذا الإنسان لكي يكون عارفه والتواريخ الذي يجب أنه يعني المدير الناجح أو الأكثر نجاحاً وش هو المدير صاحب المشتراع أو للمدير الموظف مكلف بالإدارة للمشتراع السؤال زوين ما شبك الضرورة أنك تكون صاحب المشتراع تكون مدير ناجح ما عنده مش علاقة ترضية بالعكس كينين وحد الناس يعني مالين وما كيعرفوش في الإدارة وبدأك الجهل ديالهم وبينثور تعنو دياله بما أنني أنا موجة شركة دونك أنا كنفهم في كل شيء ومخصطيش نتفور ما في الإدارة إلى آخرين بالنسبة له هذيك أمور يعني غير ديال غير ديال غير ديال غير ديال ديال القوانين ديال ديال الإدارة والمبادئ ديالها وعليش خاصة ندارة إلى آخرين بكل بساطة غير هذا الشيء لذا نعرف الأول ما غيكونش كي يطبقه وخكيبا بساطة وكيف تطبيق دياله وراءة مش عجلة سهلة دونك هذك الإنسان اللي إلا ما كنت يزعم يلاقي عندك واحد البزنس معين وما كنتش قادر على الإدارة دياله فراءة ممكن أنك تجيب مدير إكستان ويخدم موظف ويكون يدير الإدارة يعني بوحدة طريقة صحيحة اللي فاهم الكونسيب ديال الإدارة وممكن يدير الحسن منك حيث اللي كي اللي كي يهم هو أنت كأونر هو شهر شيف فردافير وش حال ديال النت فالأخر ديال اللعب وإذا ما وغس تكون الشجاعة عند الواحد واش أنا قادر بسطح ندير هذك الإدارة واش نايب على هذه الإدارة واش ناواد الهيكل التنظيمي وعليش خصنا نخدم بيه وعليش ناواد النيظام الداخلي اللي غنخدم بيه لآخري إليك تجهل هذه الأمور يا خصتك تقراها يا بكل بساطة خصتك تعطي السور اللي واحدة اللي غيديرها حيث سينو مهم قبل لك أنك نهضر على هذه المسألة لا واحدة اللغة ستلقى الشركة كبر منك يعني الإدارة ديالها كبر منك وخانت باقي كيبان لك أنك أنت هو مول تصوصيات دولة مول شركة الناس كيحتربوك لمكانة ديالك ولكن نتالي الأسف إحنا لعبين برويدا مفشوتا اللي هو هذا الشخص اللي نفسه يعني مول البزنس اللي كيسحب له كيدير الإدارة وما كيدير الإدارة وشنو مريد فلاكس اللي يخص يرد ليه من البال واحد المدير صاحب المشروع اللي غيبين له أنه رواقي لعنده مشكل في الإدارة وخصوه إما يتفورما يعني إما يدلقيها 13 ديال الإدارة حتى بعض المرات كيف ما قلتي كيكون مشروع بادي صغير وغادي يكبر وربما هذا صاحب المشروع هو صاحب الفكرة أولا صاحب المهارة اللي بدات المشروع والمهارة غالبا تكون تقنية مش إدارية لأنه مش كتلنصي مشروع بمهارة الإدارية كو عندك فلوس فكرة جبتيها أو جبتها وحد آخر انت كتضمن أنك تلنصي مشروع الليمون ومشروع صواريخ العابرة القرات ستدرون بنفس الطريق لأنه تتطبق مبادئ الإدارة اللي ربما نهضر عليها من بعد وقوانين الإدارة أخبرني كتكبر معان مشروع ومشروع كما بعد مرة يكبر عليك كتكون ترك داخل في الكوتيديان أما تطرد البال وقتاش يكبر عليك اللعب ولا واش انت مدير مزيان ولا ماشي مزيان ففي علم الإدارة وفي قوانين الإدارة واش كين شي أوتو إيوالوياسيون اللي قدر يديرها واحد شخص باش يعرف نقطة ديالو في الإدارة بالطبع كينين حيث مليك أنا أدروع على أنك إلي عقلتي قبل قلت لك النشاط ديال الإدارة هو نشاط مستقل على النشاط اللي تدير الإدارة في حد ذاتها يعني شنو كتبها المسألة ديال الرقابة راكلة دي بارطة ما عندك هي كي قلنا إدارة مصغارة مثلا أنت بغيتي تشوف إلى أي حد دين الجودة ديال 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 بالإدارة ديال إدارة الأفراد والله هي الغسخ سيمة يعني الإدارة الموارد البشرية عندك وش هي ديالك كينين كسر من 15 العامل اللي تقدر أنك تعرف بها هاد المسألة وش غادة هي ديالك أول حاجة العدد ديال الاستقالات الاختيارية اللي كيتتحط هاد مؤشر بالقرون باللي كيبان لك هادك الإدارة المعينة فيها مشكة دونك انت في الإدارة ديال الموارد البشرية عندك فيها مشكة الغياب والتأخيرات كمؤشر آخر الرسائل أو هادوك الرسائل أو مشالية تعبير ديالها يعني بالدارجة هادوك الورقة اللي كتجيك مع دموفتي الشغل باللي رأى انت رأى تعديتي ولا رأى قدرتي واحد الفصل تاعدتو فيه ولا فصل يعني لواحد السيد خاصة خصتك تعرف المعددال كينا مسألة أخرى هي شحال من واحد جاء عندك الخدمة انتا خدمتي في واحد البوست معين وجاء بتدل البوست ديال وقال ليك أنا ما مرتاحش فيه وبزيف ديال الأمور كينا مسألة أخرى يعني في الناس اللي كي يديروا شو شو ديال الصينة على أخيره فليديشة كتسمى العواديم شحال ديال مثلا أنا كن ندير تيكستيل باش أنا ننصيب جلالب كل جلابة كيضيع لي فيها سيد 1 أو 3 متر في ديال التوب هذا مؤشر باللي رع عندي مشكلة في الإدارة يعني بزيف ديال المؤشرات اللي كينين هذي كمثال فأنه رع عندي مشكلة في ديال الإدارة يعني 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 هذوك الحواج هي كي قلنا بكل البساطة إتمام الأعمال بواسطة الأشخاص الآخرين إلا ما تموش هذوك الأشخاص هذوك الحواج اللي كنا قلنا ليهم في ذوك التواريخ اللي حددناهم أوتوماتيك ممكن واحدة مشكلة في شي جهة من الجهات يكين مشكلة في التخطيط يكين نحنا غالطين يكين مشكلة في التنظيم والتنظيم هنا بما أنه جاءت الفرصة باش أنني نهضر عليه هنا في التنظيم كنهضر على الهيكل التنظيمي واللي كنهضر على الياخشي ديال السوسيتة وهي في جوج الأركان أنا من اللي كان قاعد التنظيم ديال الإدارة عندي كان أعطاك شي شوية ديال السلطة وكان أعطاك معا قدلك مشادي لها ديال المسؤوليات ها أنت هكذا السلطة باش تحكم واحدة كيف مؤيانة تحت منك وهكذا المسؤوليات تنظيم منهما أنا در التفويد ما يمكنش أنني نفوض لك ومعطاك شي شوية ديال السلطة وخا تكون يعني صفر فاصلة صفر واحد يعني في تأثير على القرار ولكن أنا ما يمكنش أنني ندير إدارة مركزية محدة الصون بورصانة اللي يخصي نقرر في كل شيء ونكون كنقول علشان ما كيشتش لي الوقت حيش بكل بساطة تفويد كيقلنا يعني هو مسألة متعلقة بالتنظيم اللي هي عبتاني من الأمور اللي يخصي المدير العام يدينها والتنظيم هو مرتابط بأنه يعطي السلطة ويعطي معها المسؤوليات وذلك المسؤوليات هي اللي هدر عليها قبلة في ذلك الورقة ديال الغسبونساب على هذيك الآطاش اللي غادي نشنقوا عليه لما تدرج ذلك اللعيبة هذي المسألة هذي هي اللي غادي تسهل علينا الأمر الأخر ولا العنصر الأخر في الإدارة اللي هدر عليها اللي هو الرقابة هذي المسألة ديال الرقابة متعلقة بأنه واش دكش اللي قلنا يندار واش كي يندار ولا واش الدار كيما كان خصو مكتوب في تنظيم أنه يندار يلا لاحظتي قلت كي الدار ولا الدار هذي المسألة ديال الرقابة مع عملية مستمرة ماشي حتى كي يديرها وكي يجي نهار فلان فلان اللي قلنا له خصو تتليفرينه ما درتهاش ولا را كنت لقيت مول الآخر ساد علامة تقديج جديك تتلع دونك را وخاك نعطيك واحد دارتاش فيها واحد خمستاش ريوم را ما يمشي شتان هارستاش ونقولك شري فامدره لا كلنا را كنت تخلي ليه ريكاب في العشية ولا لذيكستي بيرور ديكستي بيرور ديكستي تخلي له هاش نوترا باش ديال غادي نلقى واحد العبه في التخطيط evento double كلنا الي ما نسري واحد خمستاش الداقع من الكيرو لالطان وكذا وانتي بتروح اركadow الرقابات amount 1 2B وليسنا تцу بال MARCARAM النبتم نبغة في حملية الليها' They need to go back on ان اترهame مذا ان reflectedась واني كنت انا نفوض هاتا السلطة المساعد لكي تخوض تحقق المهم للعمله ما قصته تحبز ما كنت انا عطاءت الصلاح 여娶 وصلني الخبر أنا باش نقرر ونأخذ ديسيزيون موئينة وهذه المسألة ديسيزيون عام تانية غادي تحلل لنا واحد الأمور حيث التخطيط ينبني على اتخاذ قرارات بواسطة دي التفكير خاصة نرى كثيرا في هذه المسألة العملية دي الاتخاذ القرارات لا تعني أنني نختار ما بين واحد يعني الاختيارات عندي واش كحال او لا خضر او لا ليموني اه خضر او لا صفر او لا المهم اختارت واحد الاختيار ويمكن انا دابا كنتي ديس من الطريق ما عارت خلعك شي واحد او لا شي حاجة خرجت على علاقة فلو ودرتي واحد ضرد فعل هذاك ما ممكنش نسميه اتخاذ قرار علاش؟ ببساطة لأنه لم يسبقه تفكير ببساطة اتخاذ القرار يجب ان يسبقه تفكير تفكير هو اللي كي خلينا اننا نتخذ القرار اي قرار درتي على غي حيت انتم سترسي ولا حيت من ضغوط ولا حيت عصبك لي ولا حيت عصبك واحد السيدة خدمه معاك واستقشي جريتي علاقة اللي خدامين ولا 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 هذك ماشي قرار اتخاذ القرار كي يطرع على ربعا دي المراحل كنادرو كيتسمى القرار راشيد في الادارة انا اقرر قرارا راشيدا اي انني كيدوز القرار دي ري من ربعا دي الاشياء الحاجة اللوله هي انني نحدد المشكي نرايح الارض نعرف على الاقل بلي عندي مشكل كي يقلسي في واحد دي بارطة مو معينة عرفنا بلي راه عدد الاستقالات كي يجيونه كتاري الاخيره دونك را عدنشي مشكلة يفصالي ريفلي طرس اللي عطيني اي اصلا في الخسيار الموظفين يعني اصلا في التوظيف من الول فيك الموهم تقطقطة خصنا نعرف وين المشكلة بالطبط حددناها الحاجة التانية اللي موراها خصنا ليشوا خصنا البدائل خصنا هما هاد البدائل هادو كاملين اللي غي يحلو لنا هاد المشكي خصنا نفكر في الحلول والتاني والتالت ومسألة ماشي سهلة بعض المرات كتو حل انك ما كيبان لك التبادل وغادي نحلو واحد القوص دغية وغان نسدوه يليك انتي غد تاخدوا واحد القرار وانت حللتي المشكي اللي عرفتها والبادل كان غي واحد يعني ما كانش ما كانش يمكن قطعا انك تختار شي حاجة اخرى من غير واحد هذا كمنطقة الضرار ولا نتحدث عن اتخاذ القرار اتهادك غي يفكره ولا قعلات فكرة حي تخصك تديره يعني اتهادار وما كان نحسبوش اتخاذ القرار خصنا نسدوه حيث كورونا جات خصنا نسدوه المسألة دير اننا كان نديروا البدائل درنا ثلاثة عربعة عطناعش المهم مخصومش يكونوا يفوتوا ثلاثة ودير الله الخير من ذوك البدائل ثالثة خصنا نديروا المزايا والعيوب دير كل النبديل من البدائي هذه هي المسألة نافين اعمال العقل وتفكير حلاش غندير هادي واذا درش هادي شنو غي ترى واذا درش هادي حيث هادي ديسيزيون ها نافين كاش كون تتلفع حالاش عدم التأكد كي اسم ما فايول جوبونس هو اللي جابد المسألة حالاش عدم التأكد هي حاجة اللي كيجوز ان اي مدير وخص يبقى فيها تصور ان الحالة العادية دي المدير هي حالاش عدم التأكد اللي قي rises إلى كتي متأكد وغادي ثاما في ایل اخ Leslie اخلال الاخر avait ولي ما التشويق على الزمان شي كله إلى أننا كنا زعما متمعنين وعارف مين شنو غا نديره لديسيزيون فيهم حيش كياني كي يقول لكم تديره ما عار شنو ما ندير الأرى العادي هو أنك ما سعرفش ما ندير سعبار ما كيش وعلي غاي كي يتليك ولا غاي يهبط لك شي زعما يجيك الواحي أنك شنو تدير هذي هي الطريقة باش كي يدارو الأمور نحددو المشكل نديرو البدائي نحاولو نديرو واحد البرينستور منه كتير يعني وفائد ومصطفيد أننا نديرو قاعد البدائي اللي كينين ونحددو المزايا والعيوب دير كل بديل من البدائل ديكستا عكا نختار منهم واحد وولي كان نسمي وهذا المسألة هذه هي أنك تختي قرار هو اللي قرار راشيد إلا كنتي غير كي قلنا برد فعل أولا بواحد لا شعور يعني يدرسيه أولا في حضا شي غضاب أولا أنك يعني ما تحكمش في العواطف ديرك في لحظة من اللحظات واتختيش قرار فلا يمكن أننا نقول هذا القرار اتخاذ القرار لذلك المسألة دي لاتخاذ القرارات هي مرتبطة ترديا وتلقائيا بالتخطيط حيث صافي غنفدو هاد الشي وديك هاد الشي اللي كتقول لنا وهاد اللي طاش كتفوض 100% منه كل شي كتدوزل أنه يدير اللي طاش بدك التنظيم اللي حددتي أنا أعطيك شي شوية المسؤولية مع شي شوية السلطة صير اللي يثير لك أنت شي شوية السلطة المسؤولية صير اللي يثير لك تدير هذه ومن موراها هي المسألة دي لتوجيه توجيه هو أنني خسني نرفع المعنويات الوقت اللي خسني نرفع المعنويات ونخاصم اللي خسني نخاصم وندير اللي أنشطة معينة اللي خسني نديرها ونمو تيفي الوقت اللي خسني نمو تيفي بواحد اللي كاده معين المكافأتي لآخيري ومسألة دي الرقابة مرتبطة مع كل إدارة حتيية كتمرس الرقابة على اللي تصلي كين دارو وبينثير أنت كتبقى لك يعني الرقابة دي البروجيب يعني في كلياتي ولا يعني في البروجيب في حدي داتي ودونك هنا كتكون انت بالصح كتمرس لإدارة كمديرها دابا تكلمتي على الرقابة والرقابة غنمارسها على الناس اللي اعطيتهم شوية السلطة كي فيما قلتي مع شوية المسؤولية كين أنا كمدير اش كلي غير مارس علي الرقابة وانا مولشي باش نعرف ان الخطأ مني لان ممكن ان يوقعوا مثلا دي ديميسيو هنقول مشكل منهم ولا مشكل من السوبرير ديالهم وأي مشكل وقع الحل دياله جريع لهذا بدلوب واحد آخر فديما أنا بالنسبة لي بعيد على المراقبة شوف هاد المسؤالة ديال ان نحن بعاد على الخطأ ولا انك ما يمكنش تخطأ كي كنقول ديما البراري يعني في البداية ديالهم اعطي الراسك مجال تخطأ راه انا ما كان طمأنش عليك انك ملكا تدير زع ما قررت ديما صحاح ولا كي يجيب لك الله راه صحاح للاسف راه ما كي ناش وخاصة انك انت عاد بادي في عمرك عشرين اتنين وعشرين وعشرين عام وعلى حتى يعني المهم ثلاثين عام اللي تحت أو أول جريب لك واخر قاعد تكون في عمرك ربعين عام أو أول جريب لك في البازنس بكل بساطة الكفاءة ديالي قليلة وما معنى الكفاءة هي مرتبطة بعدد الأخطاء اللي كدير كلما كانت الأخطاء ديال المرأة كثيرة كلما نقوله هدا كفاءته علاقة الحال وكلما كانت الأخطاء قليلة كلما كانت الكفاءة طالعة وذلك الأخطاء ديالكن تشكون اللي غادي يحكم عليها هو أن ذاك الشي اللي اخطتي والتنبؤات اللي اخطتي في الأخر صدقات بطريقة تقريبية وأنها صدقات صن بورسون كي حددتها ببساطة إلا كان فيها مشكل في أنها ما ندارت ولا في الأخر يعني مليجتي الرقابة ما لقيتها استندارت فراها أول واحد مسؤول هو أنت علاقة علاقة ولكن حيث كنت أيتمارس رقابة بصفة مستمرة كي قلنا وبصفة دورية يعني كل يوم شنو تدر شنو ما تدر شنو ما تدر شنو ما تدر شنو ما سيتفهم باللي راه يعني حيث تصحيح المصار والأخطاء حيث أنت بعد المرات ركي ترى الإشكال غيف في وحد القاعدة المنطقية معروفة اللي حكموا عن الشيء فرعوا عن تصوري من اللي كان كنا انا كنا نهضر لك على واحد الشجرة وكان نصفها لك وانا كنا نصف لك الشجرة دي الأرجان وانت كنت تخيلها نخلق كان عندي مشكلة انا يا انا فالصح ببساطة حيث انا ما قدرس بالصح ان انا نصور لك في عقلك دونك احنا عصانوية ما تفاهمناش دونك من اللي كان حطلك انا واحد الخطة معيانة اللي خصتك تتبع انتها مثلا كواحد انسان في ليكي بدياني انا كنت تحمل المسؤولة دي لانا ما قدرس نصرح بالضبط ولكن هانا قاعنا افترضوا انني صرحت تخيلت يا واحد شجرة ماشي نخلق وكان قريبة شوية الأرجان هنا فينك تكون نهار اللول الثاني الثالث كان لاحظ بالله رأى الرؤية عندك تشتري فما صحيحاش لا رهاش نوكت كان قصد يعني في هات المسألة دي لاناني كان نوجه واحنا رجعنا للمسألة دي لتوجه هنا فين انني غادين نضمر بالضبط رحنا غادين ولكن اذا كانت تنبؤت دي لحاجة وتنتائج اللي طرات من بعد ديك المدة ما عنده تعلاقة بذيك شديد فرأى اول واحد هو انت لك تحمل مسؤولية واخرات بغيت تخبى من مور هذوك الناس حيث ولو انك قاعس بغيت تخبى منهم غير هما اللي داروا مشكل فرأى انت عندك مشكل في ادارة الافراد حينت ما قادرس تجيب واحد الناس وعرين ولا واحد الناس اللي قادرين يدروا ذو كلي طاش كتجيب واحد السيد لا اعرفتش هو غي سامع بالديب كتجيب واحد السيد غي هو سامع بالديب يلا اخيري كتقول له هو المهمتة هو الهيد ديال اللي يضيف الوبر عندنا هنا علم عنده باش انه يكون تماما مش غي حيت صاحبك ولا كاتعرفه ولا حيتوصك واحد صاحبك عيطلك خدم لينا فلان تحشم منه تخدموه فالاخر تقول له لا ره ما ديرش خدام خدام ما خدمش ما خدمش باش انه نرجعو المسآلة حي تحتفل في الاختبارات اللي كيددارو باش انه يتعين واحد السيد في واحد البلطفورم معيان قدركم فيهم مشكل متلا متلا كان ذاك النار كان عاود لي واحد السيد واحد المسآلة كانت طرعت له كيوجد واحد البلطفورم معيانة وجاب واحد الديبلوبر يعني يدار واحد المباراة نقصنا ذاك الديبلوبر وقال ووصله دي سيفي واحد اخونا فيهم كاتب اللي راه يعني أنا فيتخدمت في واحد الشركة دي المحروقات معروفة ما بغيت نقول اسمي يعني قال هذا ادخل السيد ديالهم قال الله يبارك يعني ادخونا هذا بما انه شارك ولا يعني ساهم في هذا الويب سايت هذا يعني يكون مزيان جاء عنده نهار ديال اندخوتيا ينصر ومدر لكتابي لاختبار فني بما انها يكون في الكوضي الاخير باش يتمع يعني يشوف واش بالصح دي السيد انتمكن وكيف امتع حاجة في الديبلو يعني جادر معاقي تفاوي ما حالو انت خدام في ديك الشركة دي المحروقات تقريبا ربع سنين مزيان كادا واش خدام في دي بارتون ديال قل له لا قلوا دونك شنو قدام قل لي الله راكنت كان ديال المهزوط للناس هاد ربع سنين كامنا كلي باستياد ديال تصور هذا السيد كون ما سوله هاد السؤال غير واش خدمت معا ما خدمت معا ما سيدي مرحبا بك غدا صعب غدا غدا ستبدأ معا وطرعت له يعني حتى هذا السيد اللي تقبل لقاه ما شي غيشة من ريحة ديال ديف وستهوره هو مخليه كل نهار كيبان له كيصايب شي حاجة شناي يديك اللي كيصايب ما نعرف نهار اللي جاي عنده ديك المستثمير قال له بالدراس نون شوفوا ما ندرتون ديال البانكات ديزاينا لي واحد ديمو قال لي ها انت أخي شلي تلنافت ستور ولقى 80 الف دولار ضعت له في ديك ستور ما بين ديك شلي تخلص به هادا وبزاف يعني ديال الحواجد يعني ضع له مستثمير وضع له بزاف ديال الأمور فقط حيث أنا واش ما كان عرفش ننفهم في الديف مش عند أحسن ديبلوبر غادي نجيبه ونحطه معايا في ديك الاخر يعني في داك الانتخوتين وغايد دير له واحد اختبار يعرفني انه يتأكد انه وجدك السيد بالصح كيف يمو وما كيف يمو ويستسنقع واحد المسألة ازعمالك نصيحة اعطاني الدراري اللي عد بادينا ولك الشركات ما تحمقش راسك في اللول انك تجيب تكنيسيان في واحد الحاجة اللي انت قادر اللي بريستاتير يديروه اللي بريستاتير واخا انك يبانوك يتقامو غاليين في اللول ولكن اللي كي بديلك كون علاقين بلي ما قادرينش على اللي كي بديلك اللي عد انت غادي تبنيها الى اخير كلما يعني يعني حيث تعليم بزاف ديال تضغط وعطقت غايش شوية 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 وبديتيك كبب غايش يكون حسن بزاف حيث في اللول ما غاديش تقدر قاعد تجيب واحد الديفابس ولا واحد نيفو واعرف يعني واحد نيفو واعرف في الديفلوكما ما تقدرش تخلصه ولا وقع انه يعني قدرتي تجيبه يعني قدرتي انك توصل لديك السيد يعني 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 قبل ما ندخله في التفاصيل ديال المبادئ والقوانين ديال الادارة بغيت نسولك من خلال اللي فرماسي اللي كتدير كي يجوك ناس كيتقيدو كي يخلصوا بشي يتعلموا الادارة وغالبا هدوس أصحاب مشاريع كوبراء ولا صغراء ولكن انت تلاحظ فيهم خلال داك اللي كتدوز معاهم باش كتدسيلكسيونيش كون اللي غا يدوز معاك اللي فرماسيون تيهدروا ليك على الاسباب اللي خلاتهم يجيوا يبغيوا يتعلموا الادارة شيء أهم الاسباب اللي كتدفعوا واحد انه يخرج من ديك منطقة التأكد من انه عارف وفاهم وقادر لمنطقة الشك في نراها واقع لما عارفش ما قادرش وما فاهمش وبغيت نتعلم كين جواب قصير وجواب طويل أما الجواب القصير هو كيدرف في الحيط بكل بساطة أش من ناحية كيدرف في الحيط واش بالضرورة في نتائج نهائية ولا في بعض المراحل فتصير المقاولة يقدر يكون منطقة بعض المراحل يقدر يكون في يعني في الغنطة ولا في الإنتاجية والذي كالشحال كيدخل بكل بساطة أو في الأخر دين العام أو أنه يعني كيشوف شيء في رضافر دياله وأنه في مشكلة حيث المشاكل ديال الإدارة أو الحساسية الشعورية ديال الناس اللي عندهم لبعض الناس إذا ارتبطت المشاكل بالفلوس بغية كيحس بغية كيعرف ولي حاجة صحية زوينة أو بعد المرات ستكون تروطار أنا أقول لك أحتاج كي تكون تروطار وخيبة الزاف ديال الناس يكونوا يروجوا فلوس يعني الشفر دافر كايين رقموا معاملات ولكن إذا نحلل ندرنا واحد كونتا بالضبط عبارة عن أش سنلقوا عبارة عن ديال سميت يعني واحد الفلوس كيتسالوها الموريدين يعني الفورنيسر فلوس كيتسالوها الموريدين واحد الموريدين للخدمات اللي كي يدرونها واحد وشلاتا فيها شوية ديال لوكال شوية ديال الموظفين اللي خدمين معانا لآخيرين كنلقوا منشطين البطول لذلك كتلقى انترى كي يصحب لك كينا الغنطمو يعني الفلوس كتدور تتوهموا أنه الفلوس كينا ولكن المشكلة علش ما كيتلاحظش هذا كي بقي هبطة هبطة حيش كتكون كتاكو من راس المان وانتا ما عايقش والمشكلة التأثير ذياله كيمشي على المدى المتبسطة ما كيتحاش حتى كتلقى راسك واحد الوقت ما لقيشيش الفلوس باش تخلص هاد اللي فورني سورف دوك الشي كات اللي فاتوا وعم تداب أخصتك سلعه وما قادرش تدابة ضياء عندهم غيو اللي خصتك الله خصنا نبيعو الكاميو ولا نبيعو الطنوبيو ولا نبيعو شي حاجة كده ولا مشيو نقلبو على كريدي مجي اخرى كتلقى راسك أنه راهاء ما بقيشيش كتلعب داك اللعب من اللي كتدير ذيك هاد دور يعني تلفت شوف شنو كان طاري كتلقى باللي راهاء مشكل كبير تحشي فيه يعني خاصة أنه كيكون مرتبط بحقوق ديالعباد الله خصتك تعطيها كان هادروا على اللي صالاريخ الصوم داروري تخلصوا كان هادروا على الموريدين كان اللي يقدر يصبر معاك شي شوية وكذا على متقاد كان اللي ما يصبرش معاك ولكن في كل تالحالتين انترى البزنس ديالك غايدير واحد شي يقدر يعود يطلع يقدر ما يعود شي طلع علاش بكل بساطة حيث انت ما رضيش البال لهذه المسألة ديال الفلوس كنت كلتاكل من رأس المال وما عارش يعني يدوك الفلوس وخاصة كي يطرع هذه المشكل للناس اللي ما كيحددوش البرايسين ديالهم ولا التسعير ما كيكونش محطوط على واحد الأساس اللي يصح غير حيث فلان كيبيع ب 15% ريال غناني بيعتان ب 75 درام علاش تسولني اشي واش انا كاريب نفس الكرة دياله واش انا عندي نفس العدد الموظفين دياله واش انا كنت تقدر بنفس يعني بالجمال ولا على الاقل عندنا نفس الرتبة حيث مثلا كان هو كي ياخد منه زين نيسان ولا من غروسيست وانا كنت ناخد عنده واحد الهامش المكبير ديال الاخر واش 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 قدرقائي يكون هو كيديل كي تقام عليه قلب من كده لذلك الثمن دياله ما كان بنيوش فقط على بشحال كيبيع الناس الاخرين ضروري من انك تقدر الواحد اللي يتفيد بشحال تحنا ممكن نبيعه يعني البلان ديال تسعير ولا يعني القوس دياله قوس كبير جدا وعنده حساسية بوحدة وغير كنقولك من اهم الاسباب اللي كيخلي هاد المشاكل المالية تبان هو التسعير حيث بعض المرات كتكون واحد لحاجة كي تديرك فلوس وانت ما عاقش بيها بكل بساطة انت يسحب لك حاسب كل شيء يعني في البزنس دياله مثلا ديال السي اودي يعني المشاكل ما كيكونش عندها فقط علاقة بتسعير بعض المرات كي نلقى واحد المشكي الاخر انك تلقى واحد الحاجة كي يخرج مننا الفلوس يعني واحد اللي انت ما حاسبهش يقدر مثلا تلقى واحد شركة كتدير مثلا السي اودي يعني وما حاسبهش الفلوس ديال الباكاتجين غير على سبيل المثال ذلك الباكاتجين هو كي تعقرهش حدقى خمسة درام او عشره او خمسطاش درام حدقى سوى من مئتين درام مثلا او ثلاثمية درام اللي كان يبيع بها سميته ولكن من اللي كان حاسبه خمسطاش درام فواء مهارس خمسين او مئة حباء اللي كان نفري في النهار فواء عبتاني ستا عشرين يوم اللي كان خدمه في شار فلوس إلا ما كان تدير الكوار وغا يديلك واحدة الربعين ولا خمسينة درام خمسينة درام فشي في الضافة لكاتمشي لك وانت ما عارفت عليك اتمشي لك غا تقدي بك الواحدة مشكلة مؤية لك بشتراجع السؤال الاساسي يعني جواب قصير وجواب طويل الاسباب اللي تخليهم الناس يجيوا تفورمو في الادارة عطتنا جواب قصير لابعتنا جواب طويل الحاجة اللي كتخلي الناس انه ميتفورمو في الادارة هو كي قلنا الجواب القصير هو انه باش نفكروبي وانه كيضرف في الحيط يعني يجرب وفهم يعني كان شي طريقة باش كيددرج وكان يعني السبب الاخر كي تخلي هذاك يقدر من ظهره او من توفق او من توفق دي الله كي تسبق كل شيء انه سابق لعلمه انه لا رأينا المعلومات ديالي يقدر انا نكون كنعرف نبيع مزيان نقدر انا نكون كنعرف عندي المعلومات مزيانة يقدر انا نكون عندي واحد البروجي مزيان ولكن رب الصح اجهل وشني الادارة انا واحد في الحالة ديالي انا كانت عندي يعني عشرين عام ندرت اول بروجي مزيانة استعقررت ندير واحد عشرين عام كان نقول شنا هي الادارة والله اللي كانت تسألهاك غيش ناهية كان حاول نطبعها في جوجل كان عطني الادارة لموارد البشر الادارة غيش ناهية ولكن انا بغيت نعرفها بحلقتي بغيت نلمش ناهية الادارة وشي وراقصني نجمعهم وشي غيشنه بالضبط شنويل هيكل تنظيمي كانت تسأل بزاف ديال الامور انا ما عارفش منين غادي نجيه انا سيدي بغيت ندير انا امن صافي امنة باللي رخصنا نديره وكي نغيش ناهية هذا السيد هذا اللي مشقرا واحد الكتاب ولا انه شابش فيديو يعني عارضا قدامه انه راه خصو يدير الفورماسيو يدير هذيك الفورماسيو لانه اكتشف الجهل دياله بشي طريقة من الطرق المهم انه فهم حشكي يقول لك كلما ازداد المعرفة ديالنا بواحد المجال كلما اكتشفنا ماشي العلم ديالنا اللي كي ازداد ولكن الجهل ديالنا اللي كي يخافض ولا اللي كي يقل حيث هو بدأ دار واحد الحاجات واللي عاد ناوي يبدأ فهم باللي راه هو ما قادرش ودونك يجيب عند تاد الناس هذو اللي عاد ناويين يبدأ واللي باغي يعني باغي على الاقل ينقص عليه بزاف ديال الاخطاء قبل ما انه ما يبدأ وبينصير وخاكة يعني وخاكة يجي لاخيره كي نقول له ما تركزت مزيلا على انك ما تغلطت مشي غير حيث حضرت لي واحد الفورمان صموعية مع اسماعيل ولا يعني فلان ولا علان ولكن مزيان تعرف هات الشي ولكن مع ذلك عطي راسك المجال الخطأ حي تراها بكل البساطة من اللي كتبني انت التنبؤة ديالك انت ماشي ربي بكل البساطة قادر انت تدير بزاف ديال التنبؤات يقدر يكونوا صحاح يقدر يكونوا غالطين يقدر يكونوا يعني فيهم يعني يجانب الصواب فيهم اللي كتجيب صحيحة ولكن على الاقل قول من اللي الغلط اهجي نعرف علاج وعلاج كنت غلطت وعلاج هاتي يعني المسألة هي بكل بساطة مرتبطة يعني كسبب تاني مرتبطة بنسبة الوعي المقاولاتي عندك السيد اللي عاد ناوي يعني اللي عاد ناوي بدا داك البيزنس يماركين واحد السيد اللي انا كنت منهم مقاعد الله سالة ما عندي 30 الف درام يجبني نمشي ندير برونجي فقط علاج تسوّلني انا ما عارفش يعني ما عارفت تحاجة ما عارف يعني يعني غير المسألة ديال غير المسألة ديال يعني هاتو كل الفلوس اللي غيكون عندي إعلامي بدا يدخل البروشي ديالي الفلوس باش أنه يقدريها صغيرة سوء عاد أنه يزني ما كانت عندي تخمسة درام باش أنه ينرجع غير طاكسي داك النال دار النهار اللي داك الافتتاح كي صحابي عندي 30 درام أخصي نخسرها في ممكن تدرس من الدراسة يعني كراسة ديطابلو يعني الاخير يصع في السلاسة عن بي درستي بانو خلصتي الكوستيوم ديال شهر وشهر دلكرة أوكي نقدرون فينا هما الكليان ما نجوش الكليان فمتعني يعني هذه مسائل كتخليك أن هذه الأخطاء هما كيتقاموا شي شوية نفسيا صعب وكتطررشك الدنيا فمتعني كتطررشك يعني هكا وكتعاودك ولكن يعني كانت صحية بالنسبة لي أنها تطرر في ذاك الوقت فمتعني يعني هي ماداست سهلة وشي تفاهم زياد يعني وطحت في شي مشاكل يجب أن تعطي شيكات وكذا وكذا حيث ما رتابطة بصون بورسون كي قبل الحواج اللي كيبقوا فينا بزاف من اللي كيرتابطة بمشاكل بالمادة إما قاع عمليكات غلطة وش أنت وضفتي واحد الإنسان غلطة وش كذا وش كذا تأثير دياله حتى على النفسية ديالك ما كيكونش كبير مقارنة بأنك إلا تقصيتي يعني في الفوند غولمو وإلا في الكاشفلو اللي كيبير فإلا كان واحد بدي مشروع بثلاثين ألف درهم من طبيعي أنه بدي بوحدته ولا معاها الناس قلال يالله تي تكافى تالفوند غولمو ما عندوش وقتاش الإنسان يجب أن يفكر أنه يتعلم قواعد وقوانين ومبادئ الإدارة بش كده يطبقها بشكل صحيح إلا كنا نضروع لشيفر دافير أو للعطاية ديال الشركة ولا عدد الموظفين اللي خصوة يوصليها باش نهضروع ل الإدارة كحاجة أساسية مزيان دابا من اللي كان كنه كان نهضروع على واحد الإنسان عدبادي أنا درست غلط زيما أنه كانت عني 30 ألف درهم ومشيت أنني كان أنني كان أنفزتي في واحد البروجة اللي وفل أوفلاين وملي كان نذكره أوفلاين وطماتيكون كان نهضروع على واحد كثيرا ودخلتي أو ما دخلتي من الصواب أنني نمشي ندير واحد الإنسان في 30 ألف درهم ندير بواحد لندنبيج جمعيا أو واحد الحاجة اللولة أو الخطأ قدرته آنايا ومهم أنه يعني الدراري يعرفه لأي واحد بغي يبدأ البزنس دياله بواحد واحد راس المال متواضع جدا هو أنه ما يبدأش بالوفلاين حيث ملي كان نذكره على الأوفلاين يعني كان نمشي مباشرة صراحة كان نذكره على بزاف دياله كان نذكره على الكرة عندك كذا عندك كذا وخاصة الكرة ما يؤرقه بزاف ديال الدراري يعني في الآخر حتى بالكرة على الأقل ستكريب خمسة الاف ستلاف عصر الاف درام ويقدر يكون تكتر على حسب الأحياء أنت هذه قدرت تفاداها وحتى الإمكانية أنهم يدوزوا قدام هذا المحل ديالك في الأوفلاين ما كتكونش بالبساطة ديال أنك تبني واحد ستور معين يعني في الدجيطال وأنت تدخلوا الناس تقدروا نقولوا بالزز يعني بحاملات إعلانية يعني في البلاطفورم ديال اللي ممكن أنك تدير فيهم الحاملات الإعلانية هذا خطأ الأول هاد المسألة ديال أنه وقتاش عادة يخصني نكون كنطبق الإدارة كيكتلك النهار اللي غيكون عندي إيكيب الله يشعلي يكون فيها جوجة ديال الناس حيث أنا خطأ نركز على اللي طاش ما خطأش نديرهم آناية هذا هو المبتغة واش أنه ما خطأش نديرهم من النهار اللول ماشي بالضرورة ممكن أننا نعطي الرشي واحد السهور حتى العام ماشي مشكلة سيدانا نكون ندير هذه وندير هذه باش أننا نفهم هذيك البروثيس كاملة نقدر أنا نكون كنقوم في التليفون باش نملين نديريق ونجيب واحد السهور اللي يدير للكونفيرماسة عارف شحال من أبيل ممكن يدوز في النهار عارف الكونفيرجين العادي اللي يقدر أنه يدير الواحد العادي عارف هذيك الكاتيبة شحال تقدر تهندلي من الأمور اللي تقدر أنك يعني أنت تعطيها يعني كدطاش إلى آخيرة ولكن واحد الوقت اللي كان يكون نديره على الإدارة نديره على عندك جوجة ثلاثة أربعة ديال الناس وبحل مثلا في المسألة ديال المدراسة هادوك الأستاذة اللي كانوا عندي وخهما أستاذة وداخل المقاونة ما كانوش كيت تعتبرو يعني موظافي ولكن كيت تعتبرو دي بريستاتير ولا شركاء يعني في الموضي البزنس حيتي لما بغتاو تستاذي خدم معايا أوطماتيك ما أنا غنسد يعني الأستاذة حيش كيتخلصوا بدي كوميسيو ما كيتخلصوا بدي صالح لذلك المسألة الأخرى أن قبل كنت هادرت على المسألة مليت بدا أنت في الأول بدأ بدي بريستاتير ديالي بريستاتير ولا الفريلانس كي يكونوا على المدى القريب مزيانين لنا على المدى المتوسط كيبقى السؤال على حساب البزنس على المدى البعيد مخدمينش لك حيش كيتقامو بفلوس كتير يعني كيتخلصوا أكثر من ذلك الشي اللي ما غيبقى لك أنت واحدة اللي هو أنت يبانيك مزيان ودونك وقتاش كيت ولي عندك ذلك اللي كيب أوطماتيك مون تخصصك يكون همك تخطيط التنظيم التوجيه الرقابة تصلات عن بي هذو هم يعني اللي يطاش اللي يخصصك أنت تخليلك فما بقي من اللي يطاش اللي متعلقين بالخدمة ما عارت من الغماصاج من من ما خصصك ما خصصك شنية ما خصصك شنية ما خصصك تقدر تديره بطريقة يعني بوحدة حالة انتقالية أو غير علامة تدير هذه ولكن نراه الهدف وأنك ما خصصك شبقا تديره خصصك تركز عليه كهدف ومسألة المسألة ديال الناس اللي يقولك أي واحد كان عنده شي محال ما عارت شي واحد المحلابة واحد المصبانة أقديمة تدر مع واحد الراجل شي شوية كبير ويقولك وفين غد يتلقى شو كون قال لك أنت محتاج واحد السيدة تدير الخدمة في حركة دوست وقت أنت ما بحتاجوش أنت ببساطة أنت ما قادرش أنك أنت هذه الحويج اللي كتبول عليهم أنا كنعرف ليهم أنت ما قادرش تضيطاشيهم وتقسمهم لدرجة أنهم يكونوا ضيطاش قادر الواحد يديرهم بكل بساطة يعني أنت كيفاش سنلقى واحد السيد قادر يفيق الخمسات الصباح كل نهار ويعجل الحرشة ويعجل المسمن ويصايب الجبن ويصايب سايكوك ويصايب كده يعني طوال النهار ويصايب كده ويعرف يصايب زعزع نرمال لا يوجد ولكن ما هي هذه الحاجة اللي كتبلي الوقت؟ المواعن جيب واحد السيدة تتكلف المواعن ولا واحد السيدة تتكلف المواعن من بعد ما هي هذه الحاجة السيدة لا تستطيع الحرشة في حالك؟ تشد واحد الكاميرا التليفون سلام مرحبا بك والدين تأخذ انتي معنا تصور فورماسي كاش تدو الحرشة كنديروا هاد من عدد ديال دقيق الحرش كسميته كذلك كذلك كنديروا هنا كنديروا معا كالكاس إطراو ديال المال ومين بواحد المقاييس معينة كنزيدوا مع هاده قددك ديال الزبدة قددك ديال معرض ديال الزيت كنخلطو كنديروا ثلاثين دقيقة في كده كتطيب الحرشة ديال نص لتعنبي كي يجي عندك واحد السيد هكا خطفرج في هاد العبادة سينواحد البروسيس هدا هو الهدف باش منمور عام ولا عامين ديك العبادة اللي انت تكون في واحد الجزيرة ولا رقم صافر وبالصح يكون البزنس خدام وانت ما فينش إما لك انت غالي تتحول في حالة من الحالات ولا في وقت من الأوقات لواحد الحلقة للواحد المسننة وصدك الموتور اللي يبنيتي كبزنس فرا انت تدبرتي الراسك في وظيفة واصل المقاولة ديالك يعني ما عنده التمعنى انك انت تقول انا هو مول البروسيس انا هو مول البروجي وانت كتدرب ثمانية ثوائع تلع عشرات ثوائع في البروجي ديال كل نهار وستكدر دو كليطاش اللي اي واحد ممكن يديره وضروري تكون وضروري تكون باش انا البروجي ديالك يدخل الفلوس اي واحد انا كيقول يا الله ما يمكن استمح لي انا الدومين ديالنا نبدلش شوية اكي نقوله لا مكون كبير اهل اذا ما اشغاش قول لي كيبقى في الحالة واحد تشعره بنقص في داخله وماشي اي واحد قادر يتقبل هذه المسألة حيث يعني انا عندما شنو ما قدر انا ندير الادارة اللي سيدي انا قدر انا ندير البروجي ديالي اللي صعب انا يسهل البروجي ديالك صعب اي ذيك العلاقة الرومانسية اللي كتربطها انت مع البيزنس ديالك على اساس انه راكين واحد الجانب اللي ما يفهموش البرانيين في علاقتي مع المشروع يعني كتقول يا الديطاشة ويquestion لنكون انا رحزت وهذا الشي تقولناه ان نذكره العدادة اللي سえっكي icusتها في السياقة الهدرى ديالك hein هم مشنا هم ماذا القوانين الاداره ماذا ما كان عنlarını قبيلة ذهو قبيلة ما كانون كانت بض句 انو arisingة عناصر الإدارة الذين سأذرنا عليهم قبيلة لسنا تقول انو التنظيم inletوجيم والرقابة ها هو عناصر الادارة القوانين ديالاطارة فانو انا يجلبناها اللول يعني كيف نقوله ديما في ذوك التمرين ديلا الميكانيك حسب القانون الاول لنيوطن الادارة تأتي محسب القانون الاول الادارة علاج الادارة ضرورية لكل جهد جماعي اينما وجدت الجماعة واينما وجد الجهد الجماعي باش اننا نحق واحد الهدف معين ان يمكن عدارة هذا القانون الول يعني اللي هو مهيم كي قلنا لأي جهد جماعي وما يمكنش اننا نكون وكن ندويب على الادارة وكينجود فرض. هذا غير منشط البوطة ولا نتاوه لا يتخرى لك. القانون الثاني. القانون الثاني من اللي كان هدروع للإدارة على أنها إنجاز أو إتمام الأعمال بواسطة الأشخاص الآخرين؟ وطوماتيك مو كان مشي والقانون الثاني للإدارة اللي هو الاستخدام الأمثل لهذه الطاقات هذه البشرية أو المادية ممكن يكونتها المطارية. وهذا القانون الثاني كيفاش بكل بساطة أنا كريم مثلاً خدم معي في السوسيتي كريم مثلاً نخلصه عشر ألف درام في شهر. وكيعطيني واحد الغون طابيلي تي إكس مثلاً كيدير لي واحد مئة ألف درام في شهر مثلاً للحضور دي الكريم في الشركة قادر أنه ينتج لنا مئة ألف درام في شهر. واحد الوقت كريم أنا عرفته قادر أنه يعطينا أكثر. بشي طريقة من الطرق أنا إلي حركت بشي بوست آخر ولا كده أنا عارف إلي حركت شي حاجاً نقدر نرضى مئة ألف درام بنفس الصالير ديك ولا قاعد نزيد كاستي دي واحد لألفين درام وانتا بالنسبة لك راكت ترقيسي ولكن أنا غاي اتزاد الشيء في الضافر. هاد العملية أولي المسألة دي اللي ماشين عندي واحد الماشين مثلاً. أولي نعطيها قبل الماشين مثلاً. بحال مثلاً جينا نتم ملف كتخسر عشرين دولار مثلاً في واحد الحملاء إعلانية في فيسبوك مثلاً. وكتجيب لك واحد النوع للبيع. يجيب وكتجيب لك عشراء المبيعات مثلاً يومياً كمية. وانتا عرفتي ولا مشيتي عند واحد السيد مثلاً اللي هو مثلاً جاود واحد السيد كيف يفهم في السيلز؟ قال لك شريف. يلا حطيتي هاديك العشرين دولار في سناب مثلاً ولا في تيك توك. هادوك الناس دي والكل اللي بغيتون مثلاً في يوتيوب مثلاً بما أنهم كيتفرجوا فيه ناس كبار. يلا حطيتيها في يوتيوب غتعطيك كتار من دوك عشراء دي اللي يسألك تجيب انت في فيسبوك. هذا هو الاستخدام الأمثل لهذا الموارد هذا. يعني هنا كنا نضروا حجوش دي القواعد كي يخرجوا من القانون الثاني دي الإدارة. هي قاعدة الكفاية والفاعلية. من اللي كنا نضروا على هذه المسألة دي الفاعلية دي لأننا نحركه كريم نجيبه من هنا. ومن اللي كنا نضروا على الكفاءة، الكفاية يا ربي. كنا نضروا مثلاً أن لدينا واحد النوع دي المعاشين المعينة مثلاً لدينا ديال الطرز. هي عادية يعني ماشي نيميريك. كنا تقدر مثلاً تعطينا واحد القفطان فى النهار. هو اللي كنا نقدرون انطرزوه بها. حيث كدوكس واحد الخدام يبقى عشاد يقلب من هنا ويضعنا. أنا ما كان فهمش الطرز ويكنز ما غير. باش تفهم الفكرة. قلنا نضروا الأحمادي ونضعوا بصفاء. سنحيدوا هذه المكينة ديال الطرز. سنجلبوا واحدة نيميريك. سنعطينا واحد العشرة للقفاط من فى النهار. هنا زيادة الكفاءة. يعني أننا بدلنا ذي المعاشين بواحد المعاشين وواحدة آخرى لإنتاج ديالها كثير من ذلك الشيء. فهنا هنا كنا نضروا على الاستخدام الأمثال. يعني ما شيء ضرورة غير حيث عندنا واحد المعاشين مؤيانة صافي. يعني نقوم نفكره شنون ممكن نبدلولة شنون اللي خرج به السوق أننا يقدر أنه يزيدنا في الإنتاج ديالنا. قانون تالي؟ هو غير واحد المثالة فى الأخرى. زيادة ببساطة ولا يعني واحد الفكرة معينة فى الأخرى. ديالة القانون هذا. من السهل أننا نزيده يعني في الاستخدام الأمثل للطاقات المادية. ديالة اللي هما معطي ريال كده كده. حيث كي قلنا حيث هي كتخضع لواحد القوانين فيزيائية ورياضية محدة. كتعطينا كدوق الدفك كده إلى درنا جبنالية واحد الموتور. عبتان يحسن منه التقرى عطان التقصلات عن بين. ولكن الاستخدام الأمثل للطاقة البشرية ماشي أمر سهل. حيث بما أنه يعني كي يخضع يعني القانون ديال يعني قانون ديال علم الأخلاق ويعني وعلم النفس. يعني وبزاف ديال الأمور اللي متعلقة بالروحانية دياله يعني متعلقة بالوجدان يعني والعاطفة وبزاف ديال الأمور يعني اللي كتحكم الإنسان. بالنسبة للقانون الثالث. الإدارة عندها مجموعة عندها مسؤولية اجتماعية. عندها مسؤولة اقتصادية يعني حتم مع الدولة. ولكن يعني هذيك أنه ببساطة الأمم ولا الدول اللي اتزادتون هذات. اتزادت بالقطعة الخاص ماشي بالقطعة العمومي. إلا أنت مشي تدرسي شاركة في واحد حاجة اللي كتفن فيها مزيان. أنا مشي تدرسي شاركة في واحد حاجة اللي كتفن فيها مزيان. وفلان 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 كل واحد رأى غنهضوا بالاقتصاد. ونسا كان ديروح تواحد المنافسة في السوق وغي يكون الموجود إلى آخره. ولكن غير تواحد فينا ما أبغى ينوض ما أبغى أن التواحد يخدم. وطمواتيك. كيخصة نلقاوا يعني مؤسسة ديل الدولة ومالي يخدامين باش أنهم ولا باش أنهم يستوردون. ذلك الشي اللي كان ناكله ولا اللي كان لبسه للآخره. ذلك هذي مسؤولية اقتصادية يعني. الآخره كان مسؤولية اجتماعية اللي فيها ثلاثة ديل الأمور. انت كمدير مسؤول قدام المستهلكين. ولا العملاء ديالك ولا الزبناء ديالك يعني الكليان ديالك. أنك تدير ليهم بأحسن برودوين بجودة مزيانة بأرخص تامن. هذا هو هم الكليان. أنني نأخذ واحد برودوين بأحسن جودة ممكنة بأقل تامن. أنا هذا الشي حتى أنك يعني كزابون بزاف ديال الشركة. ذلك الشي اللي كانت سهلك كله. هذا هو همي. ما شغلان في ذلك المدير واشكدا. الهم ديال الموظف ديالي. ديالي يعني هذي مسؤولية ديال تجاه المستهلكين. كان مسؤولية واحدة آخرى تجاه الموظفين. أو المهم يعني كتعبير الموظف. هي يعني في قانون الوظيفة العمومية. هي يعني كان عني بيه موظف ديال الدولة. يعني واخكا نستعملها أنا يعني غير حجارة بي العادة. ولكن يعني اللفظ الصحي هو الأجير. المسؤولية تجاه الأجارة ديالي. هو أنني نوفر ليهم أحسن بيئة ديال الخدمة. بأحسن صالح. هذا هو هم ديال الأجارة. نوفر لي أخوي واحدة بيئة مزيانة. يكون مطمئن. نفسيا أنا زوي. وصالحة مزيان أنا معك. ثلاث عن البي. وكاينة مسؤالة. وحدة أخرى مسؤولية. يعني اللي عليك عبت أن أنت كمدير تجاه المستميرين. يستمر معك في البروجي ديالك. ياب لي فون. ياب الماطاريالي. يعني بأي نوع من الاستثمارات. يعني المسؤولية تجاه المستميرين. هي أن هذك المستمير هو استثمر معك. باش بيكون البساطة في الأخر ديال اللي عام. تعطي واحد غنطة بليتيم زيانة. لذلك المستهلة تجاه منك برودوي واعر بأحسن تمام. الأجير تجاه منك أحسن صالح بأحسن بيئة. ولمستمير تجاه منك النت بروفيت في الأخر ديال العام يكون مزيئا. وانت ما هي المسؤولية ديالك هنا؟ هي البالانس والتوازن ما بين هذا الشيكابي. هذا الشخص تكون واعي به. لذلك القوانين ديال الإدارة. يجب أن تديرهم في فلوريسون في عقلك. كل مرة يطلعوا بحل النوتيفكاسي. وانت في الخطوة ما تديرك لآخر. كباش نختم هذا النقاش ونكونوا عمليين. شنا هو أول خطوة سيبدأ بها الإنسان. يعني هو مدير مسؤول على مشروع. وراح مدير. كسوابها ولا ما بغاش. هو مدير مزيان ولا ماشي مزيان. فما النقطة اللي هو فيها دابو كيتفرج فينا. بغي يبدأ. شنا هي الخطوة اللولة. نحو إدارة أفضل. ولماذا هم المهارات اللي يطور في رأسه. إضافة للقوانين يسميته. ربما مهارات شخصية اللي يكونوا فيها. نقدرون تتكلموه حتى. لا. 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 نحن نعرف في أنه تتعامل مع كل شيء. لا. 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 وستح خاطرك. مفاهمين؟ هذه هي الحاجة اللولة لأننا نكون على الأقل واعيين. وكي قلنا قبولة باش ما تلقاش واحد الوقت باللصوصية دي ديال كل البراند ديال كرام عروفة وكتبين قوية في المارشي وكادا وانت لداخل ديال فراج اللي واحد دارة ثلاثة بتصوه. يعني يدخل فيروس الزوكام غي طحنها كاملة. يعني شي شي حاجة اللي بسيطة. دونك شنو غي خليك انت كمدير فعال. الحاجة اللولة هي أنك تكون واعي وتقلب وتحاول تصلح. على الأقل يكون عندنا واحد في التنظيم يكون عندنا واحد لي يخشي معيا. ضروري. حيث مثلاً كين واحد منه يعدين للموظفين. يعني وخاد المسألة دعمة أتأسف أنني غنقولها. كين دابة في المغرب؟ ما يتسوق لي بالضبط؟ هو أنني أنا كآجير خصني ندير للحد الأدنى. ديل أنهم ما يجريوش عني يا. حتي غاديها كارا صلاة عندي. يعني وحتمني كتكون كتسكرولي في فيسبوك أو يعني في انستغرام وإلى آخرين. كتلقا هذوك الناس اللي يدعونا إلى. يعني كيدعيوا لهذا البلان هذا. وخبض تنزل ولكن نراها كتوصل. فاهمين؟ بما أنك أنت كواحد المدير أنت غادي تواجه هذ من الموظفين اللي هما متبعين. وللأسف كتال أوتوماتيكون فريد يجب أن تنظيم معين. تنظيم معين ومعاه واحد يعني واحد القواعد ديال يعني واحد النظام اللي كي يقادل لنا ولي كي يوجد لنا. شنه هما كل وحي جنه ما يطرش دياله وما المسؤولي ديالي يعني واحد النظام داخلي اللي كي يقترنا ولي كي يقول كل وحده شنه كتب. يعني فرى مثلا واحد الموظف صغيره. رأي يعني واحد الموظف يعني واحد العامل معين في واحد الإدارة دياله يعني مو صغارة فرى ما يمكنش أنه يحرق هذا كستيد للسبيرور دياله ويطلع مباشرة أنه يدوي ولا أنه يجي عند هذك السيد مباشرة. يعني ما يمكنش وخص هذه الأمورة تبقى وللأسف يعني بزاف ديال الناس يعني من الناس اللي كانت تبقى معاهم في بيزنس ديالهم إلى آخرين كان اللي يطحف هذه المشاكل ديالك يقول لك والديران يبغيت مبداغين يقول له سير دير واحد جوش لا تلمو الضافين دياله وإلى يا صاحبي والتانت يا صاحبي والتانت يا صاحبي واته يبرد الحال ولا ما يصدع سينا صاحبي راليوم خدمنا الصباح لأشياء يعطيها لنا يعني ما كيبقاش قادر حتى أنه يطلب منه ما ذوك الحوائج اللي اللي نرمال ومقصطون ديره علاش بكل بساطة اعطى واحد الهامج ديال الحرية كبيرة وبغا يدير فيها هذيك المسألة ديال نريح معهم وكذا وكذا وذيك المسألة ماشي ديمة صحية كان لي صدقالي الله يسهل عليه ولكن القاعدة هو أنها تكون تضابط الأمور ديالك يعني في النظام الداخلي لآخره بلالله كل واحد عنده واحد الإدارة عمودية مع السيبيريور دياله مباشرة فاللي مخصوش يفوته باش من اللي كيجي واحد الامر معين صلات عن بير اخصويته دونك يعني سولتيني على شنو ممكن يقرأ هذا السيد وشنو اللي ممكن أنه فاش يتفرج أنا علاش حنا كالنادي وبات الشي كامل كيقلنا باش من مور واحد العامين ولا ثلث سنين ولا مربع سنين من أنك انت تكريد ذيك السوسيتي ديالك أنك تكون قادر أنك يكون هو بوحده خدام وانت قادر أنه يمشي وانت بينثور بتتبع ديالك يعني قادر أنك تسافر قادر أنك حتنو اللي كيهمنا قاع في هذا الشيء ما حلاش حنا قاعنا نصبروا لهذا السريس كامل باش أنك تمشي تقلس مع وليداتك تقلس مع الوالدين ديالك وما يبقى شهمك هو ذيك الخدمة يعني عشرات السواء على استرخة ساعات للخدمة في النهار ما عند التمعنى لا بقى سذيك هو العادي نحن كن نبغي ونضربوا تمارا في واحد الوقت فرم رحلة انتقالية لأننا نصل الواحد الراحة معينة هذا الشي لا يستنمو الضافين ولا الأجارة كيدرب ذيك السنين كامل ذي الخدمة باش واحد الوقت يتقاعد باش يبقى له شي شوي ديال الفلوس وقدر أنه يقلس مع عائلته هذا المسألة هذي انت ما يمكن انت بما انك انت بغيتي تصغر هذا الوقت هذا باش ما تخليش تدير خمسة بستين عامات تقدر تعيشه وانك انت تحاول تدير الأتماتة ديال هذي البزنس ديالك باش توصل لهذا المسألة في أقرب وقت واشنو اللي يعخليك هو هذي المسألة ديال الإدارة وكان واحد الفيلم قلت لي شي حاجة هو دي فوندر ديال الفيلم ديال ماكدو رائع جدا أنه كيفاش خصك أنك يعني تستاغل هذيك المساحة اللي ضيقة وكيفا تستاغل أن هذيك السيد كيد يركك يمد للأخور ويعني مش كون لي كيتلقى في الكلوار شكون كاد يعني يقدر يطرع عندك واحد يعني واحد الصيضامات وكذا ملا أخونا ماكسوش يبقى يجي من هنا باش يعني تكون واحد الثلاثة باش من اللي انت كتكون موضيف ماكدو هنا يعني يعني من اللي كتجي مثلا بالطنوبيل كتكون موضيف هنا كتوصل لهي كيمدول كما كل شي كتتمشي في حركة يعني باش أنه مو يوصل على هذه الصورة عادي كيتصايف بدقيقة أو لاشوش دقيقة يعني في هذه المسألة هذه ماكينش يعني شي حاجة واحد اخرى اللي غتتحلين هذه المشكيل من غير واحد البروثيس معيانة اللي اخذت واحد وقت طويل تكتبات وتصحات وتكتبات وتصحات باش أنها تقدر يعني تدير لنا النتيجة فالأخر دونك غير المسألة ديال انك تكون واعب اللي خاصتك واحد البروثيس معيانة اللي كنقول ماشي هدف اللحظة ولا هدف خاصتك تديره في الأولويات ديالك كتبني له باش أنك توصل يعني غير هذه تكون واعبية وبينستور كيني كتوبه كتار اللي المهم صراحة كانت تفكرت واحد عنوان ده بدير واحد اكتبت متو ذيمت شي حاجة ما ما قلتش عليه بالضبط هو بالضبط كي يهضر على علاش يعني 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 بكل بساطة علاش المقاولة الصغراء كي يسدوا يعني ضغية حيث هذه المسألة كي يقولك هو أعطال يعني واحد لم يتالب واحد السيدة اللي كتت عجن الخبز إلى آخره حيث كانت القراصة ديما أنها كتدير هادو كليطاش كي قلنا خصت عجنوا تدير وكن لواحد وقت خصت تفهم بأنها را خصت تخرج من تما تحط واحد السيد الحاجة اللي ضبطاتها صافي عرفات كيفاش كتندير كتجيب واحد السيد وكتفورمي هكي باش قصت تندير وكل يعني 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 يبقى لأمور كاملة قاعدة تجيب داك تجيب داك البيزنس ديالك تجيب لو قاعدوك الناس اللي خاصينوا في اللول وتلحهم في البروت تسد عليهم ما كافيش هالشي ضروري غايد دال بعامل الزمن وموهم جدا الله تعالى خلق الكون في 6 ايام وما خلقوش في لحظة وهو قادر أنه يخلقوه في لحظة ولكن باش يعني تعطينا هاد سنة في الكون ديال أن الأمور ضرورية من الوقت يعني عامل الزمن شي حاجة موهمة انتوما شكرا لكم بزاف حي تبقتوا معنا حتى الدبا انتمنى تكونوا استفتون تلقوا في حلقة الجاية في موضوع اخر وضيف جديد